موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم المشاهدون الكرام عزيزة الدارس عزيزة الدارسة في جامعة العلوم والتكنولوجيا كلية العلوم الإدارية والإنسانية المستوى الرابع برنامج اللغة العربية أهلا وسهلا بكم إلى سلسلة الحلقات التعليمية بمادة اللسانيات وفقه اللغة والتي سنتناول فيها ما يلي الوحدة الأولى اللسانيات وفقه اللغة الوحدة الثانية الأسر اللغوية الوحدة الثالثة العلاقات الدلالية الوحدة الرابعة المدارس اللسانية وسنتناول في هذه الحلقة الوحدة الأولى اللسانيات وفقه اللغة عزيزي الدارس يتوقع منك بعد مشاهدتك وسماعك لهذه الحلقة أن تحقق ما يلي واحد تسمي المصطلحات المرادفة لعلم اللسان اثنان تفرق بين مصطلحي فقه اللغة وعلم اللغة ثلاثة تعرف مصطلح علم اللسان أربعة تجيب عن أسئلة التقويم الذاتي والنشاطات المرفقة بالموضوع عزيزي الدارس ولتحقيق هذه الأهداف سنتناول عددا من الفقرات كما يلي واحد المصطلحات المرادفة لعلم اللسانيات العربية النحو علم اللغة فقه اللغة علم اللسان الألسونية اللسانيات اثنان مصطلحات علم اللغة وفقه اللغة عند المؤلفين والباحثين العرب المحدثين ثلاثة كتب علم اللغة الحديث أربعة كتب فقه اللغة الحديث 5- التعريف بمصطلح علم اللسان آلة النطق اللغة الكلام الأسلوب عدد من الكتب المؤلفة في مصطلح علم اللسان مفهوم علم اللسان عند القدماء والآن سنبدأ بالفقرة الأولى من هذه الحلقة يحتاج الدارس لعلم اللسان أن يدرك دلالات بعض المصطلحات التي تستخدم مرادفة لعلم اللسان قبل الوقوف على مفهومه وقد شاعت مصطلحات متعددة في التراسات العربية القديمة والحديثة فيما يتصل بالتراسات اللغوية نذكر من هذه المصطلحات العربية ما يلي النح علم اللغة فقه اللغة علم اللسان الألسنية اللسانيات وسوف نوضح ذلك بالتفصيل كالآتي أما مصطلحة العربية والنح فقد ورد مترادثين قال السيراثي رحمه الله أول من رسم النح أبو الأسود الدؤلي وقال أيضا أول من وضع العربية أبو الأسود الدؤلي ويقول ابن سلام رحمه الله وكان أول من أسس العربية وفتح أبوابها وأنهج سبيلها ووضع قياسها أبو الأسود الدؤلي حين اضطرب كلام العرب فكان سرات الناس يعني عوامهم يلحنون ووجوه الناس كذلك فوضع باب الفاعل والمفعول به والمضاف وحروف الرفع والنص والجر والجز فأبو الأسود إذن في رأي ابن سلام أسس العربية وأبواب العربية التي ذكرها وهي الفاعل والمفعول إلى آخر ما ذكر وهي أبواب النحو المعروفة وهذا يدل على أن العربية تعني عنده النح وأما أبو البركات الأنباري فقد ألف كتابه أسرار العربية ومباحثه كلها أو جميعها في النح بأبوابه المعروفة وذكر ابن الأنباري رحمه الله عن كتابه المعروف الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين أنه أول كتاب صنف في علم العربية على هذا الترتيب أما الرضا الأسراباذي فذهب إلى أن النحو هو علم يعرف به أحكام الكلمة العربية إفرادا وتركيبا أما المصطلح الثاني فهو علم اللغة وكان المصطلح الأول هو النحو عزيز الدارس علم اللغة عند القدماء ورد عندهم مقابلا لمصطلح العربية والنحو ويتصل عندهم بمعرفة مفردات العربية وجمعها وروايتها ومما ورد عنهم في ذلك أن أبرع أصحاب الخليل في النحو سيبويه وغلب على النظر ابن شميل اللغة ورد كذلك أنه كان من أهل البصرة جماعة انتهى إليهم علم اللغة وكانوا نحويين منهم الخليل بن أحمد وأبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي والأصمعي وأبو زيد الأنصاري وهؤلاء مشاهير في اللغة ولهم كتب مصنفة ويقول ثعلب في سنة تسع ومائتين طلبت اللغة والعربية عزيز الدارس كان ذلك عن مصطلح علم اللغة أما مصطلح فقه اللغة فسنوضحه كما يلي ظهر مصطلح فقه اللغة لأول مرة في التراث العربي في القرن الرابع الهجري وذلك عند أحمد بن فارس المتوفى سنة ثلاثمائة خمسة وتسعين هجرية في كتابه فقه اللغة وسنن العرب في كلامها وتبعه في ذلك الثعالبي رحمه الله المتوفى أربعمائة وتسع وعشرين هجرية في كتابه فقه اللغة والسر العربية وقد عالج ابن فارس والثعالبي في كتابيهما قضايا الألفاظ العربية وتصنيفها ودلالتها وناقش بعض قضايا اللغة المهمة مثل نشأة اللغة وغيرها على الرغم من أن الفضل يرجع لأحمد بن فارس في تسمية فقه اللغة إلا أن الموضوعات التي عالجها تحت هذا الإسم تعمك فيها معاصره أبو الفتح عثمان بن جني رحمه الله المتوفى ثلاثمائة وتسعين هجرية في كتابه الخصائص وإذا نظرنا في مجموع كتب التراث العربي نجد أن علماء العربية الذين ذكرناهم ألفوا في الموضوعات ذاتها التي وردت في كتابي ابن فارس والثعالبي نعني المباحث اللغوية الخاصة بالألفاظ وبعض القضايا اللغوية وقد اختلفت مؤلفاتهم وظهرت تسميات جديدة من أهم هذه التسميات المخصص بابن سيدة الأندلسي المتوفى 458 هجرية والتي عالج فيها أو الذي عالج فيه نشأة اللغة والمشترك اللفظي والإبدال والتعريب وغير ذلك المزهر في علوم اللغة وأنواعها لجلال الدين الصيوطي رحمه الله المتوفى 911 هجرية وظهر عند الصيوطي مصطلح علم اللغة كما هو واضح وقد حشد فيه عددا من المباحث اللغوية لمن سبقه من العلماء وكان أكثر عناية بتصنيف الألفاظ العربية من الفصيح والمعرب والتخيل والألفاظ الإسلامية ودراسة الأصوات العربية ومخارجها وصفاتها وغير ذلك ويمكن إذن أن نقرر أن استعمال مصطلح فقه اللغة عند ابن فارس رحمه الله هو نفسه مصطلح علم اللغة عند الصيوطي في كتابه المزهر وذلك بالنظر إلى موضوعات الكتابين ونجد أن الاهتمام إنما كان بموضوعات الكتاب وليس بتسميته كان ذلك عن مصطلح فقه اللغة أما مصطلح علم اللسان فسوف نبينه بالتفصيل في الحلقات القادمة بمشيئة الله تعالى عزيزي الدارس كان ذلك عن المصطلحات المرادفة لعلم اللسانيات التي هي العربية النح علم اللغة فقه اللغة علم اللسان الألسنية اللسانيات والآن سنتحدث عن مصطلحات فقه اللغة أو المصطلحات المرادفة لفقه اللغة وعلم اللغة عند الغربيين فمما هو معلوم أن الحضارة الأوروبية أو الحضارة الغربية كما تسمى أحيانا تأسست على تراث الإغريق اليونان والرومان وكانت اللغة وهي لغة الرومان اللاتينية ارتبطت بالدين والثقافة في أوروبا القديمة وقامت النهضة الأوروبية على إرث هاتين الحضارتين واللغتين المشار إليهما وقد عاد الأوروبيون أيام الحضارتين اليونانية والرومانية ودراسة اللغتين اليونانية واللاتينية بعد اندثارهما ونشوء لغات حية متكلمة على إثرهما وعرفت التراسات المتصلة بنصوص اللغتين المذكورتين بيس الفيلوجيا ومعناها ذيولوجي باليونانية حب الكلام ونعني بهذه التراسات أو تعني هذه التراسات بالنصوص القديمة في هاتين اللغتين وتحليلهما من حيث القواعد ومعاني المفردات وما يتصل بذلك من دراسات تاريخية وجغرافية وغيرها وتطورت هذه الدراسات بعد اكتشاف السير وليام جونز اللغة الهندية القديمة المسمى بالسينسكريتية وذلك في القرن الثامن عشر الميلادي وتأسس علم الفيلوجيا أو فقه اللغة عند الغربيين على هذا الأساس مرتبطا باللغات القديمة وأصبحت أهم موضوعاته عندهم هي فك رموز النصوص والكتابات القديمة بلغاتها وتحقيق الوثائق والمخطوطات القديمة المتصلة بتلك اللغات ونشرها والاستثادة من النصوص القديمة في البحوث التاريخية والأثرية والجغرافية والفلسفية والأدبية ويسمي بعض اللغويين الفيلوجيا علم النصوص لاهتمامه بالنصوص القديمة أما مصطلح علم اللغة عند الغربيين فيرجع أول تاريخه إلى اكتشاف السير وليام جونز للسين سكريتية وكان هذا الاكتشاف أحد العوامل التي ساعدت الغربيين على الاهتمام بدراسة اللغات الحية المتكلمة كذلك والمقارنة بينها كما فعل اللغويون باللغات القديمة وتعد الفيلوجيا بذلك أساس لعلم لينكوستس عند الغربيين وبذلك نفهم دلالة هذا المصطلح عند الغربيين عزيز الدارس ما سبق كان بيانا لمصطلح فقه اللغة وعلم اللغة عند الغربيين وبالإمكان تلخيص ما سبق في هذه الفقرة كما لخصها علماء اللغة مبينين النقلة من الفيلوجيا إلى علم اللغة الحديث بالعناصر الآتية اهتم علم الفيلوجيا في اللغات القديمة بالقدم كونها قديمة وبالمقارنة بينها كذلك كما اهتم أيضا علم اللغة باللغات المعاصرة كونها لغات حية وبالوصف وهو ما يعرف بالمنهج الوصفي الذي يصف اللغات وصفا دقيقة وأصبح بذلك يعني عندهم دراسة اللغات ومجالاتها وفروعها وتخصصاتها وتشمل دراسات علم اللغة عند الغربيين كذلك المجالات الآتية دراسة النطق والكتابة دراسة الأصوات اللغوية دراسة الصرف التي هي بنية الكلمة دراسة النح وهي التراكيب اللغوية أو الجمل دراسة المعجم والدلالة دراسة اللغة في المجتمع لغة الإعلام لغة الاكتصاط لغة الحرب لغة السل لغة الدين إلى آخر ذلك الدراسات المتصلة بالفرد مثل اكتساب اللغة أمراض الكلام يعني اللثغة أو غير ذلك دراسة الأساليب والخصائص التركيبية وواضح من هذه المجالات التي يعتني بها علم اللغة الحديث أنها تعني دراسة اللغة دراسة علمية منضبطة تعتني أو نعني معدفة الصناعة اللغوية بمصطلح القدماء ولا شك أن تسمية علم اللغة تدل على لينكوستس الدراسة العلمية كما ذكرنا وهي موافقة لما تسمى به العلوم الحديثة مثل علم النفس علم الاكتصاد علم النبات علم الاجتماع وغيرها وتأسيسا على ما سبق فقد أسقطت دراسات علم اللغة كل ما لا يمكن إخضاعه النظر العلمي مثل الكلام على اللغة التوقيفية هي مصطلاح وغير ذلك من المسائل عزيز الدارس كان ذلك عن مصطلح فكه اللغة وعلم اللغة عند الغربيين أما مصطلحات علم اللغة وفكه اللغة عند المؤلفين والباحثين العرب المحدثين فسوف نبينها من خلال الفقرة الآتية يتداخل مصطلحة فكه اللغة وعلم اللغة تداخلا كبيرا عند المؤلفين والباحثين العرب المحدثين فقد سمّوا هذا العلم فكه اللغة عند بداية اتصالهم بالدراسات اللغوية الغربية الحديثة ومنهم من سمّاه علم اللغة ولعل هذا التداخل ناتج عن التأثر بالتراث العربي الخالص إذ ورد فيه مصطلح فكه اللغة وعلم اللغة بمعنى وكذلك تأثروا بالمصطلح الغربي الذي يفرق بين العلمين ونجد أن بعض المؤلفين المحدثين فضّل صنع علماء العرب الأوائل في عدم التفريق بين المصطلحين ومنهم من فضّل استخدام مصطلح فقه اللغة بناء على معناه المعجمي لأن كلمة فكه تعني علم وفه وقد سمّى الدكتور صبحي الصالح كتابه دراسات في فقه اللغة ومنهم من أبقى على مصطلح فقه اللغة ليدل على الدراسات اللغوية العربية وحدها مثل الدكتور محمد المبارك أما الدكتور علي عبد الواحد وافي وهو من أوائل المنشغلين بعلوم اللغة في القرن الماضي فقد سمّى كتابه الأول علم اللغة وجعل غرضه دراسة النواميس العامة التي تسير عليها اللغات الإنسانية في نشأتها وانتقالها وتكون مجموعاتها وفصائلها وصراعها بعضها مع بعض وتطورها من مختلف الوجوه وسمّى الدكتور وافي كتابه الثاني فقه اللغة وخصصه لدراسة فصيلة خاصة من فصائل اللغات الإنسانية وهي فصيلة اللغات السامية وقد ألف عدد من العلماء العرب المهدثين عددا من الكتب في علم اللغة التي نمضحها من خلال الجدول الآتي كما ترى عزيز الدارس اسم الكتاب وأمامه اسم المؤلف الكتاب الأول علم اللغة دكتور محمود السعران علم اللغة العام الدكتور كمال محمد بشر علم اللغة العام أيضا الدكتور عبد الصبور شاهين مقدمة لدراسة علم اللغة دكتور حلمي خليل المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث دكتور رمضان عبد التواب أسس علم اللغة العربية دكتور محمود فهمي حجازي علم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة دكتور محمود فهمي حجازي أيضا علم اللغة العام دكتور توفيق محمد شاهين أما أهم الكتب في فقه اللغة للعرب المحدثين فسنوضحه كما يلي بنفس الطريقة اسم الكتاب والمؤلف أمامه فقه اللغة في الكتب العربية الدكتور عبد الراجحي فقه اللغة الدكتور محمد الأنطاكي فقه اللغة الدكتور رمضان عبد التواب فقه اللغة الدكتور محمد المبارك عزيز الدارس وإذا نظرت وتأملت في كتب الدراسات اللغوية المعاصرة تجد أن المؤلفين والباحثين العرب تجنبوا استخدام مصطلح فقه اللغة وذلك لأنه أقرب في رأيهم للمصطلح الغربي وارتباطه باللغة المكتوبة والأدب وتحقيق النصوص والدراسات التاريخية ويفضلون استخدام مصطلح علم اللغة وبخاصة في الدراسات التي يتصل موضوعها بالدراسات الصوتية والصرفية والتركيبية والأسلوبية عزيز الدارس كان ذلك توضيحا لمصطلحات علم اللغة وفقه اللغة عند المؤلفين والباحثين العرب المحدثين وأشهر الكتب لهم في علم اللغة وفقه اللغة والآن سنعود مجددا إلى التعريف بمصطلح علم اللسان كما وعدناك في الفقرة الثانية للتعريف بمصطلح علم اللسان سنتناول المعاني الآتية آلة النطق اللغة الكلام الأسلوب عدد من الكتب المؤلفة في مصطلح علم اللسان أيضا أطلق عليها علم اللسان مفهوم علم اللسان عند القدماء والمحدثين وسوف نبين هذه المعاني بالتفصيل فيما يلي أولا آلة النطق ونعني بها العضو المسمى لسان اللسان وجمعها ألسن وألسنة وقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم بهذا المعنى في قوله تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين والمراد بهذه الكلمة عضو اللسان الذي نتكلم به ثانيا اللسان بمعنى اللغة وهو الرصيد اللغوي الذي تعارفت عليه جماعة بعينها قوم وذلك في قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وسمى ابن منظور معجمه لسان العرب بهذا المعنى أي لغة العرب ثالثا لسان بمعنى الكلام وهو الاستعمال الفردي للغة في عرف اللسانيين وورد في قوله تعالى لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون رابعا لسان بمعنى أسلوب وذلك في قوله تعالى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يسطقني إني أخاف أن يكذبون وهو يعني أحسن مني وأفضل أسلوبا أما آلة النطق إذن فالمصطلحات هي آلة النطق واللغة والكلام والأسلوب وقد ورد عند الأقدمين مصطلح اللسان في غير موضع في غير موضع بمعنى اللغة من ذلك ما ذكره ابن النديم في الفهرست اللسان العربي اللسان السرياني اللسان اليوناني وغيرها ويمكن أن يبين تسمية مصطلح علم اللغة حسب تنوعه في معظم البلدان العربية كالآتي مصطلح أو تعريف مصطلح علم اللغة في المشرق العربي فقد عرف أو عورث هذا المصطلح في معظم بلاد المشرق العربي وعنونا به كثير من الكتب والدراسات فقد شاع مصطلح الألسنية في لبنان على وجه الخصوص ويمكن توضيح بعض الكتب المؤلفة فيه كما يلي الألسنية دكتور ميشال زكريا الألسنية العربية ريمون طحان الألسنية ولغة الطفل جورج كلاس الألسنية والنقد الأدبي موريس أبو ناظر رواد الألسنية الحديثة متري يولسي وقد شاع مصطلح اللسانيات في المغرب العربي وقد أوصى الملتقى الثالث ندوة اللسانيات واللغة العربية الذي انعقد في تونس عام 1978 باستخدام مصطلح اللسانيات بدلاً عن مصطلح الألسنية ومما نشر بعنوان اللسانيات في الجزائر مجلة اللسانيات لمؤسس اللسانيات الدكتور عبدالسلام المسدي والقاموس اللساني في الحضارة العربية أيضاً للدكتور عبدالسلام المسدي وقد روج بعض المؤلفين السوريين لمصطلح اللسانيات وبخاصة الدكتور مازن الوعر في كتابه قضايا أساسية في علم اللسان الحديث عزيز الدارس ما سبق كان توضيحاً لمصطلح علم اللسان والآن سننتقل إلى الفقرة التي تليها وهي مفهوم علم اللسان عند القدماء والمهدثين مفهوم علم اللسان عند القدماء هو مفهوم شامل لجميع علوم اللغة يقول ابن خلدون رحمه الله إن لعلم اللسان العربي أركاناً أربعة هي اللغة والنح والبيان والأدب وقد لخص الدكتور عبدالكريم مجاهد مفهوم علم اللسان عند ابن سيدة الأندلسي في الآتي الإحاطة بمفردات اللغة ومعرفة تلالاتها ومعرفة قواعد اللغة التي تتعلق بالمفردات من قبل اشتقاقها وصيغة بنائها وما يطرع على بنيتها من تطورات صوتية أو تغيرات تكتضيها قوانين اللغة وعند مقارنة قول ابن خلدون وما ذهب إليه ابن سيدة نجد أن مفهوم علم اللسان عند القدماء يشمل الدراسات اللغوية الخاصة بالمفردات أصواتها وبناؤها والجمل والتراكيب والأساليب وما يتصل بكل ذلك ذلك إذن كان مفهوم علم اللسان عند القدماء من العلماء أما المحدثين فسنوضحه من خلال الفقرة الآتية مفهوم علم اللسان عند المحدثين هو نفسه مفهوم علم اللغة عندهم أيضاً لينكوستيس يقول الدكتور مازن الوعر اللسانيات هي الدراسة العلمية لللغات البشرية ويقول الدكتور مطر علم اللغة هو العلم الذي يدرس اللغة أو اللهجة دراسة موضوعية غرضها الكشف عن خصائص والقوانين اللغوية التي تسير عليها ظواهرها ما هي هذه الظواهر الصوتية الصرفية النحوية الدلالية والاشتقاقية والكشف عن العلاقات التي تربط هذه الظواهر بعضها ببعض وربطها أيضاً بالظواهر النفسية وبالمجتمع والبيئة الجغرافية أيضاً يقول الدكتور رمضان عبدالتواب علم اللغة هو العلم الذي يبحث في اللغة ويتخذها موضوعاً له فيدرسها من النواحي الوصفية والتاريخية والمقارنة كما يدرس العلاقات الكائنة بين اللغات المختلفة أو بين مجموعة من هذه اللغات ويدرس وظائف اللغة وأساليبها المتعددة وعلاقتها بالنظم الاجتماعية وغير ذلك وإذا نظرنا مرة أخرى لما ذكرناه عن فروع علم اللغة في هذا المقرر نجد أن علم اللسان يعالج جميع فروع اللغة ويمثل منهجاً وصفياً شاملاً للنصوص اللغوية ومعالجة مستوعبة للغة كما يمثل أيضاً دراسة علمية منضبطة لها عزيز الدارس كان ذلك عن مفهوم علم اللسان عند المهدثين أما محتوى الدراسات اللسانية فسنوضحها من خلال الفقرة الآتية تشمل الدراسات اللسانية جميع عناصر النظام اللغوي بمستوياته الصرفية والصوتية والنحوية والدلالية ويشمل علم اللسان أو اللسانيات أو الألسنية الفروع الآتية علم الأصوات علم الصرف علم النح علم الدلالة ونشير هنا إلى أن هذه العلوم المذكورة تعالج في إطار أو يعني يضمه علم اللسان أو علم اللسان وتظهر العلاقات الرابطة بينها من خلال المعالجات اللسانية للنصوص اللغوية وإذا نظرنا للغة العربية من خلال مفهوم علم اللسان نجد أن دلالة الألفاظ للغة العربية تعتمد على معرفة الأصول العربية والصيغ الصرفية العربية أي أن اللفظ له أصل وله صيغ أخرى دلالتها ودلالتها وتدرس العربية كذلك بمفهوم علم اللسان في إطار مجموعها الأم وهي مجموعة اللغات السامية لأن اللغة العربية منتمية إلى هذا الأسرة الكبرى وما يتفرع منها وتدرس الخصائص المشتركة بينها في الأصوات والبناء الصرفية عندما نتكلم عن البناء البنية يعني الكلمة أو جسم الكلمة وكذلك التركيبات النحوية والدلالية وينظر علم اللغة إلى العربية في مفهوم علم اللسان في بيئتها العربية ودلالتها الاجتماعية المرتبطة بمنظومة القيم الإسلامية والعربية والظواهر الاجتماعية والبيئية التي تحملها وقد نشأت فروع جديدة لللسانيات تعالج هذه الظواهر من هذه الفروع علم اللغة النفسي علم اللغة الاجتماعي علم اللغة الجغرافي وغيرها بهذه الفكرة نكون قد وصلنا وإياك عزيز الدارس إلى الفقرة الأخيرة من فقرات حلقة اليوم ونجد من المناسب أن نطرح عليك بعض التدريبات المتعلقة بموضوع الحلقة نأمل أن توفق في الإجابة عنها وسنستعرض معك الإجابة الصحيحة في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى أما التدريبات فهي التدريب الأول ماذا يعني مصطلح العربية عند أبي الأسود الدؤالي وأبي البركات الأنباري التدريب الثاني متى ظهر مصطلح فقه اللغة للمرة الأولى التدريب الثالث من مؤلف كتاب المخصص التدريب الرابع ما أول اسم استخدمه الباحثون والمؤلفون العرب في أول اتصالهم بالدراسات اللغوية الحديثة التدريب الخامس اذكر أربعة كتب في الألسنية مع مؤلفيها إلى هنا نصل وإياك إلى قتام هذه الحلقة نأمل أن تكون قد استفدت واستمتعت ونلتقي وإياك بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة والتي هي بعنوان مجالات علم اللسان وعلاقة علم اللسان بالعلوم الأخرى بذلك نستوجعك والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر